بنسمح كلام كتير قوي عن الطاقة وابتدينا نفهم نبقى فاهمين يعني ايه طاقة ايجابية وطاقة سلبية بس ساعات بنشتك كتير من ناس ديقول لي يعني كتير بندخل اعلاقات وبتتفركش اعلاقات وبنقول ان الانسان ده تاكسيك والانسان ده سام وده طاقته سامة وده لكن ممكن في الاخر ما يطلعش انه هو لا شخصية سامة ولا حاجة ممكن في الاخر اطلع ان انا اللي مش عارفة استقبل ولا ارسل فالعلاقات السامة رأيك فيها ايه من ناحية الطاقة تاني انا بجذب اللي انا بفكر فيه يعني ايه يعني انا شايفة الرجالة كلهم كدبين مش هشد غير الرجالة الكدبة ما هو مش معقول برضو يا حنان يعني تاني السوسة في دماغي كل حاجة بتحصل برا ارجعي جوه ما تدوريش برا دوري جوه دايما انا اللي بشد الحاجة مش العكس طب انا لو طول الوقت بقول انا عايز ارتبط براجل كريم مش عايز اراجل بخيل وانا عايز اراجل موصفاته كذا طب ما انا بفكر هو طب هل انت كريمة مع نفسك لا لا يمكن لا يمكن تبقي كريمة مع نفسك وتشدي الرجل كريم لو انت كريمة مع نفسك هتشدي الرجل الكريم تاني اللي بقدمه من نفسي هشده اللي بعرف اقدمه نفسي وشبع نفسي بيه هشده يعني أنا كريمة مع نفسي بطبطب عليها خلاص بأحنين عليها لفيها جلد ولا لوم زيادة ولا فاهمت ازاي نفسي في حاجة بروح أجيبها فاهمت نفسي في لقمة ما بقعدش أفكر أصله فصله واللي ورايا والدنيا والليه لو مش عارفة إيه وعارفة أن ربنا كريم وزي ما الدنيا دلوقتي عيديني بعدين زي ما بيديني دلوقتي عيديني بعدين وزي ما بيحلها دلوقتي عيحلها بعدين يعني بالمثل أصرف ما في الجيب لا مش للدرجات انا في الاخر بقول الضروريات يعني ايه يعني انا محتاجة ده لا معلش مش هعمل ده عشان وعشان 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 فبدت كل ده فخلتني في اخر اللستة لا انا اللستة وكل ده بيخدم علي يعني انا كل ما دلع نفسي هلاقي اللي يدلعني كل ما حبني هلاقي اللي يحبني كل ما صرف على نفسي واجيب اللي رفسكي وبقى كريمة مع نفسي عليك الرجل الكريم اللي هيكرمي يعني اللي بديه نفسي هشده يدهوني فما ينفعش انا عايشة جوايا خلاص جوايا لا فهمة نفسي ولا عارفة نفسي ولا عارفة تفاصيلي ولا عارفة بحب ايه ولا بديني ولا بطبطب علي ولا بكلمني ولا بقدرني ولا بعززني وعايزة اللي بره يعمل ده ازاي لا وما بقاش كمان كئيبة وطول الوقت بند بحظي وفي الاخر عايزة الرجل يبقى فرفوش ولذيذ منين يا ايمان منين يعني انا هشد الطاقة منين ما انا اصلا الطاقة دي مش عندي الطاقة مش عندي خدي بالك انا كتير قوي من الحالات اللي جاتلي بلاقي ان المفهوم بتاع الحاجة هي مش فهمها مش افيتوش اصلا يعني اما اجي اقول لها الفرح والمرح يعني ايه هي مش عارفة يعني ايه فرح ويعني ايه مرح مش عارفة الصفة دي بتتعمل ازاي او شكلها ايه او الشعور ده عامل ازاي فلازم الأول يبقى زي ما بيقولوا المفهوم نفسه جواي عشان عارف أشده أنا مش عارف يعني إيه كرم ومش فاهمة بقى إزاي شكل الكرم هشده منين أمه ليه دايما اللي بيصرف كتير والكريم الزيادة بيقابل ناس استغلالية وعايزين ياخدوا منه عشان هو بيصرف تاني بيصرف عشان يشد انتباه لا يعني أنا ممكن أكون بصرف كريمة جدا مع صحابي بص بخير مع نفسك تاني بلاقي الناس الاستغلالية أكتر هما اللي بيجوا عندي أيوة مع أني أنا كريم لا تاني وهو أنت بتدي في الحتة الغلط وهو الكرم الكرم إن أنا أبقى كريمة مع الناس إن أنا أديله اللي محتاجه مش عمل مش عمل على بطار يعني زي ما بيقولوا إيه خليكي كريمة مش لطيفة اللطيف ده بيجي على نفسه كتير عشان يرضي الناس لا أنا مش عايزكي ترضي الناس أنا عايزة لما حد يحتاجني هنروح أجري وراه وأديله هلوس وطب طب عليه وامشي لا أتعاطف بقى ولا أجي على نفسي لا أنا بدي على أدي على أقدر أديه لكن معظم الناس بتدي لمجرد إنها ترضي لا حرام أصلي مش عارفة إيه طب عشان يفضل في حياتي فيه ناس كتير على فكرة بتقدم لمجرد إن الناس تبقى حواليها لأنها خايفة تبقى لوحدها ده خوف من الوحدة بالزبط وخوف من إنها مش مرهوبة مش محبوبة مش مطلوبة فلا أدفع فلوس يعني بأدفع حق الاهتمام ده أيها صح وده ما يفعش لأن في الآخر لا يصح إلا الصحيح يعني حتى لو أنا الراجل بالله راجل بيدفع كتير ويجيب كتير عشان الستة تبقى موجودة في حياته وعايز الاهتمام ده منها فبيدي محابة كتير مش بس كده وتلاقي ستات تصرف على حد وتجيب له هداية ومش عارفة إيه وبتعلم مجرد إنه يحبها لا على فكرة كده مش يحبك مش يحبك هينفر منك أفر بالضبط لأن الراجل عطاء والست استقبال يعني الأنثى بتستقبل الأرض بتستقبل يبقى العطاء أكتر مفروض يكون من عند الراجل من الراجل يقوم عليها يخدمها يجيب لها يفضل يحسس إنها محتجاله بيعمل لها خد يبالك الرجالة بتحب ده جدا إنه يحس إن الست محتجاله الست عايزة منه يهتم بيها حصل موقف قدامي كان عجيب الشكل لقيت واحد كده من ناس الجمال كده من منطقة شعبية ولقيت بقى عمالي زعقلها وانت وشايفاني وشغاله وشايفاني وطعبان وبتاق وهي بقى بصت وسكت كده وقيت له ما أنا ماليش غيرك يا حبيبي لو ما طلبتش منك قدت له من راح جواخدها في حضنه كده قال له حبيبتي انت تؤمري أمر وأعمل لها كده بصي لمجرد لها كاليته بكلمتين سمعته يا ستات كاليته بكلمتين لمعته كلمتين عملت ايه في الراجل مش انت بقى أنا 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 فقالت له كلمة ان حسسته ان هو هو اللي ممشي الدنيا هو اللي محتاجه له هو اللي ايوه أنا فعلا في حالة أمن الحلقات اتكلمنا على الهرمون الأنوسة والذكورة وفعلا اكتشفنا ان الراجل بيبقى محتاج يحس ان هو سيد الرجالة يعني كل ما الستة تبقى أنسة قوي مع راجلها كل ما بيحس انه هو كل حاجة فبيدي أكتر عطاء وبيدي كل حاجة ثاني الراجل محتاج يتقدر والستة محتاجة أمان ايوه خلاص فمسافة ما هي هو هي قدرته رح لمامها على طول وقال لها يا حبيبتي وانا تحت عمرك والانت عايزة رح مطبطب عليه على طول لكن لو انت هو أصل وفاصل وتقلل فيه وتعمل لك وانا بعمل لك وبسوي لك وتفضل تمن عليه بيضايق وبينكل من هو ده فبالتالي زي ما بقولك انا هشد يا ام حاجة رفضها جدا لا انا بكره دول فطول ما انا رفضها هيجيلي هيجيلي وطول ما بفكر ان هو مفيش غير كلهم كده وعممت هيجيلي فكلهم كده طيب انا فكر ازاي